هذه أكثر المعارك شراسة من الحركة الصهيونية هذه جريمة إبادة جماعية إسرائيل تنفذ ثلاث جرائم حرب التوازي جريمة الإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي وجريمة العقوبات الجماعية ألقت على غزة حتى هذه اللحظة 65 ألف طن من المتفجرات هذا يزيد عن حجم قنبلتين ناقازاكي وهيروشيما النوويتين التي ألقيتها على اليابان في الحرب العالمية الثانية هذا يعني أن إسرائيل ألقت على غزة 28 كيلو جرام من المتفجرات لكل رجل وامرأة وطفل ولدينا 32 ألف شهيد إذا حسبنا منهم تحت الأنقاض رقم مذهل لم يحدث من قبل وحوالي 64 ألف جريحة يعني تقريبا 100 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح في أقل من 3 شهور هذا الرقم هائل أكثر من 4% من السكان لو جرى هذا في الولايات المتحدة لكنت تتحدث عن 12 مليون شهيئ بقتيل وجريح عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم بالنسبة والتناسب يفوق عدد القتل الأمريكيين في حروب الولايات المتحدة جميعها منذ القرن الثامن عشر بما في ذلك الحربين العالميتين الأولى والثانية وحرب فيتنا وحرب العراق الخسائر اللي أحدثها الإسرائيليون لم تحدث من سابق في هذه الفترة القصيرة في التاريخ البشري 70% من كل البيوت دمرت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية دمر فيها في خلال كل سنوات الحرب العالمية الثانية الخمس سنوات لم يدمر سوى 10% من المساكن في غزة في ثلاثة شهور دمروا 70% من المساكن كل الجامعات دمرت 25 مستشفى دمرت 422 منشأة صحية دمرت البنية التحتية كلها دمرت إبادة بالمعنى الحرفي للكلمة والآن بسبب انهيار البنية التحتية بدأت الأوبئة بالانتشار نحن لدينا الآن في الإغاثة الطبية اللي أنا برأس مجلس إدارتها 30 فريق طبي يعملون في داخل قطاع غزة وأنا فخور بهم وفخور بتضحياتهم بعضهم اعتقل وعذب وبعضهم استشهد ولكن يعملون حتى في قلب مدينة غزة رغم الاحتلال اللي موجود بالدبابات ويعالجوا الناس ولكن يقولوا لي أنه في الآن 400 ألف شخص مصابين بأمراض مختلفة حوالي 110 ألاف مصابين بأمراض تنفسية أكثر من 120 ألف إصابة بأمراض الجهاز الهضمية بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب أكثر من ألف حالة من وباء التهاب الكبد الوبائي 50 ألف إصابة بالأمراض الجلدية شيء مذهل وقد تبدأ الآن أوبئة بالانتشار بين الأطفال حسب تقرير منظمة الغداء العالمي ومنظمة اليونسيف والوكالة الغوث الدولية الآن في غزة 570 ألف إنسان في مجاعة يعانون من المجاعة 25% من سكان قطاع غزة 9 من كل 10 لا يأكلوا كل يوم 50 ألف إمرأة حامل لا يجدن مكانا آمنا ونظيفا ليالدوا فيه 64 ألف إمرأة مرضعة لا تجد حليب ولا تجد فيتامينات ولا تجد ما تسد به رمقها حتى تغذي طفلها نحن نتحدث عن الآن بدأ يموت الأطفال بسبب المجاعة والأمراض المنتشرة لذلك فعلا هذه إبادة جماعية بالقتل بالقصف بالتدمير وبالتجويع وبنشر الأمراض